فاز الفيلم اليمني عشرة أيام قبل الزفة في مهرجان الفيلم العربي المقام في الدار البيضاء بمملكة المغرب بجازة أفضل سيناريو للثناء عمر جمال ومازن رفعت وحصلت النجمة سالي حمادة على شهادة خاصة من لجنة التحكيم عن دورها في الفيلم وتكونت لجنة التحكيم من النجم المصري فرحي عبدالوهاب والمخرج المغربي الكبير محمد التازي ونقد الكويت عبدالسدار ناجي والمخرج العراقي قاسم حول والممثلة التونسية سهير بن عمارة وأهدى مخرج فيلم عشرة أيام قبل الزفة عمر جمال الجائزة لروح الممثل الراحل هشام الحمادي الجدير ذكره أن هذه الجائزة هي سادس الجوائز السينمائية التي حصل عليها الفيلم في مهرجانات الأفلام الدولية التي شارك فيها